ينضم معنا معاون مدير المعمل السيد فنجان الزرقاني أهلا بك سيد العزيز تعرضت في الأمس إلى تهديد فعليا أشخاص ملثمون طلبوا منك التنحي ربما عن إدارة المعمل حدثنا أكثر عن حقيقة ما يجري بسم الله الرحمن الرحيم أولا شكرا لقناة ديشة ولكل كادرها البارحة صباحا وأثناء ذهابي إلى الدوام اتفاجأت بوجود ورقة على السيارة ورقة يعني مكتوب عليها التهديد أو أشبه بالتهديد وهي اللي موجودة أمامكم زيان نعم نشاهدها على الشاشة لو ترفعها أكثر سيدي نعم ارفعها أكثر حتى ننتبه أكثر ما هو المكتوب المكتوب شيل إيدك من الإدارة يعني شالت مناصب يعني بصراحة هي شالت مناصب أو محاربة على المناصب طبيعة هذا الصراع الحزبي يعني هل أنت على دراية من هم الأشخاص هؤلاء الذين يهددونك لترك العمل ولماذا ما هي الأسباب يعني بصراحة هو هي أول شيء هي شالت المناصب شالت أشبه بالفساد شالت يعني إذا أكو تلقين بسهول يحاسب أو أو ينصح أو يحافظ على الوضعية فهو لازم يحارب لازم يهدد والتهديد هو من داخل المصنع مو خارج المصنع أنا ما عندي عداوة أي عداوة خارج المصنع كل التهديد من داخل المصنع وهاي مو الحالة الأولى ولا التهديد الأول ولا الاستجداء في الأول أكو حالات قبلها صارت زيان بس هاي الحالة السائل صارت يعني أشبه بالجديد سيد صنجان لنفهم أكثر هذه التهديدات تستهدف حضرتك فقط أم أنه هناك أيضا أشخاص وشخاص ذو كفاءة في المعمل يتعرضون للتهديد لا التهديد بس إليه لأن أنا الجماعة يعرفوني حتى المصنع وهاي شاء الله تعرفوني عندي الحق حق يعني بدون مجاملة بدون إن شاء الله وهذا هو اللي يجب أن تعرضني لهذه المسألة طيب الخطوات التي تعتزمون القيام بها للحد من الضغوط التي تتعرضون إليها فعليا يعني ما شاء الله عنك أنت لست بخائف وخرجت لوسائل الإعلام وقلت بفمعالي بأنه أنا أتعرض للتهديد هل ستلجأون للقضاء العراقي العادل؟ نعم لجأت للقضاء العالي وقدم الشكوى وجماعة استقبلونه واخذوا كل المعلومات والإفاقتي والصاتيقة من قاضي التحقيق اشتركوا في القناة